على ذكر محمد سمراوي محمد سمراوي أرسل إلى ألمانيا في 92 في نفس الفترة تقريبا التي أرسل فيها محمد العربي زيطوت إلى ليبيا أنه تم إنهاء مهامه لما أرسل تقرير أنذاك حول سرقة قامت بها حماته وهي أم وزوجته بأحد الأماكن التجارية سرقت بعض الأمور وصارت فاضيحة وكانت زوج السفير محمد حناش فأرسل به تقرير وطلب تغييره ولكن حدثت لعبة فبعد ذلك إن شق وقعد في ألمانيا لأنه رفض حتى هو يرجع إلى جزائر هو وزوجته وكانت الظروف سيئة محمد سمراوي اشترى في ذلك الوقت أيضا كافيتيريا ومنجح بسبب جهل الاتجارة في نفس أيضا محمد العربي زيطوت اشترى مخبزة أيضا حسب المعلومات اللي هو قالها على نفسه في برنامج على الجزيرة ليعرف محمد العربي زيطوت يعرف بأنه من الناس اللي فبركوا السيناريوهات أنه كذاب بمعنى الكلمة وأصدر كثير من الأكاذين لو شفت المداخلة تعالبارح أنه مصر على أن قضية محمد عبد الله قضية بطولة قضية شموخ لم يقدم أي شيء يوحي على الأقل باب التقصير أنا نعرف جماعة سوريين مرة يدافوا على واحد الشخص في تركيا لكن هذا الشخص تم ترحيله بطريقة ما كانوا يتكلموا عليه يتكلموا يتأسفوا يقولوا له أنا اعتذر لك قصرنا مادم تم ترحيلك إلى سوريا معناها رانا قصرنا من المفروض محمد العربي زيطوت يطلع يقول أنا تأسف لمحمد عبد الله أنه رجع هناك ونحن نعرفه أنه الوضع كيفاش وخلاص حياة وضاعت رح يقضي عمره بالسجن لا تستطيع إسبانيا ترجع ولا الأمم المتحدة ترجع ولا أي شيء وشفناهم قضايا كثيرة ناس رح يقضي عمره كله في الحبس معناها دمرت حياته وفرقوه على أولاده وفرقوه على أسرته وكذا وكذا ولكن على الأقل يتأسفوا يقول بذلنا كل ما في وسعنا ولكن للأسف الأمر جاء أكثر من طاقتنا ونعتبر أنفسنا قصرنا في حقك يا محمد عبد الله ماشي يطلع يقول راني كنت نبعث له ربعمية وسبب بالأسباب الرئيسية علشان كنت من حين لآخر نرسله هدية يعني باش يكمل بها الشهر يعني كان وقته كل وقته كل جهده مده الجزائر فلذلك كان مرات يشتغل ومرات يقول لي ما خلاص مش قادر فبكت له نشتغل متى وقت اللي تحب ونهار اللي تشوف رحك محتاج ولا خاصاتك حاجة ومرات كنت نرسله بلا ما يطلب في الحقيقة عيب حتى لو كنت ترسله فلوس حقيقة ما ليس من كرامة الرجال أنه يساعد واحد يروح يخليه أول حاجة تستضيفه يستضيفه هو من السجن ويحضر على المبلغ اللي يرسلهم أنهم في أكثر من ست شهور ما لابدهم شو راني ساكن بمعنى أنهم ما يعرفوا شو راني ساكن ما كاش على بلهم وراني ساكن في ست شهور وما لابدهم شو كش راني عايش ما تساق ساوني لأنه في التقرير كذبين فيه أني يتلقى أموال من عند العربي بيطان أنا ذا أنكيرو ذلك لأني كنت محتاج للمساعدة في أكثر من مرة وبشكل قانوني كانت التحويلات كنت نحوس عليها كان بشكل قانوني وأموال شدة محدودة 400 أورو 300 أورو كنت مستحق المساعدة في أكثر من مرة كنت متصل بك لأني ما نجوش أني ندير ما نجوش أني ما عنديش تجارة ممنوعة أو عندي حاجة أنا إنسان لما نعم من المفروض في هذه اللحظة كي ينطق الكلام يقوله توقف رجاء لا تتكلم على أني نيرسلك مساعدات هذا محرج لي خلاه كمل الكلام وبعد ذلك عودها هو بنفسه كنت نرسله نرسله فقط حتى يبين باللي راه كان يساعد فيه ناس ساعدته وقدمت مساعدات ولا يتكلم عنها أبدا شوف عملية الاستغلال الفضيع لمأساة شاب كان عامل لبس عليه لنفرض أن نخرج بسبب رؤيته للفساد وبسبب أنه رح يناظر سياسي ليس جريمة ولكن وفق قواعد صحيحة مش تستغلوا 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 وتخليه حتى خلاص بعد ذلك هو يوقع في الفخ ونزيد نعطيكم حاجة نعطيكم حاجة مهمة هنا شوف كيفاش فضحوا أرواحهم بأن محمد عبد الله لما راح المركز الشرطة هذه راحوا راحوا على باله باللي راح يتم توقفه واعتقاله نشر زيتوت في صفحته ونشروه كثير من الصفحات واحد المنشور نقرأه لكم توضيح للأحرار المشطاء وأصدقاء المناظر محمد عبد الله حول الهواتف التي كان يستخدمها في نشاطها ردا على إرجاف المخابرات بخصوص أكذيب الذباب عن مصادرة على هواتف المقاوم محمد عبد الله استخدم محمد عبد الله هاتفين للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الأصدقاء والنشطاء ولم يأخذ الهواتف معه عندما ذهب إلى موعد تجديد الإقامة حيث جرى اعتقاله أخذ معه هاتف غير ذكي يصلح فقط للمكالمات من داخل الشرطة وكان هذا هو الهاتف الذي استخدمه للتواصل من مركز الحجز في برشلونة تم التخلص من الهواتف الذكية بتكسيرها نهائيا بعد صدور القرار بترحيله في وقت متأخر مساء الجمعة 21-8-2011 وحتى الهاتف البسيط لم يسمح له بأخله وتمت إعادته لدفاع هذا المنشور فضح يعني أنتم كنتم تقولوا بأنه راح بصفة عادية من أجل تجديد إقامته علها مداش الهاتف انتعه عادي نحن كنروح نجدد الإقامة انتعه بتليفون انتعه عادي عادي جدا ولا يوجد واحد يخلي التليفون انتعه إلا إذا كان يحتمل توقيفه علاش محمد عبد الله احتمل ممكن توقيفه ودامعه أصلا متعمد منذ البداية تليفون حطبة يعرفوا باللي يسمحوا به للشرطة الإنسان المعنطفين عند الشرطة يستعمله معناها راه راح راه عارف بأنه راح يوقفه معناها راه راح وعلى باله قضية اللجاء انتعه انتهت وأنه راح فقط يسأل أو شيء من هذا القبيل ويدرك أو أنه تلقى استدعاء كل هذه الاحتمالات وارد معناها راه راح ويعرف نفسه من المحتمل جدا توقيفه في هذه الحالة لماذا أنتم خاصة العربي زيطوت اللي حطوا كي ابنه ويقول راه في سن بنتي معناها كي ابنه من المفروض يقول له هنا توقف ما تروحش إذا كان فيه احتمالي وقفوك تروح ما تروحش غادر إلى دولة أخرى ونعاونوك ونحاولوه ونساعدوك بأي طريقة نساعدوك ما دينه واختفي مدة حتى تبعد عليك العنظار ويكون عندك مبلغ مادي يمشي ما دعم عوضوا معاكم في رشاء لكن لا على بالهم بالي احتمالي وقف داروا الاحتياطات وقالوا خليك على تواصل وبعد وشي ديروا من داخل السجن يستضفوا فيه ويتكلم الرجل براحة تامة لأنهم أوهموه بأنه لن يتم ترحيله إلى الجزاء وحبين يعطونه نوع من البطولة ولكن خدعوه وهفون معناها يا جماعة أنهم كانوا حبين يصنعوا حدث معين بمحمد عبد الله يصنعوا بحدث معين في إسبانيا إذا نجحوا في فكه معناها أنهم يبينوا بأن النظام طارد في الأحرار وكذا ونفس الفطرة محمد العربي الزيتوت فجأة على اللايب حتى يتلفت يقولوا باللي رايش شرطة دخلت وبعد ذلك يخرج العربي الزيتوت ينشر الفيديو الكامل للحديث اللي دار بينه بين الشرطة نشر مقطع فقط وأختير بعناي معناها أبدو يروجوا أيضا أنه فيه واحد راه مستهدف وراه وصلة تهديدات وحبين يروجوا هذا ومحتاجين إلى شيء عملي يتمثل واستعملوا محمد عبد الله كيرحلوه هما ما لن يتضرروا شيء شفتم يومين من الرحلوه السيد راه في سنونة يعلم ربي بحاله وراني عارف إذا كان ذهر ما تعرضش جسديا للتعذيب راه وتعرض معناوي التعذيب فقط مشوا يضربوه يكسروا له راسه راهما يستعملوا فيه واحد الأساليب قادرة جدا وأنا مريت على السجون مشكلة العربي زيتوت ما يعرفش السجون راهوا في لندن ويحكولوا عن السجون أنا مريت على السجن العسكري مريت على ما خافر عن طر لهو ليسمي فيها عبلة قضيت فيها ادخلوني في بن عكنون مريت على السجون كلها شوف شوف مريت على مخفر عن طر مركز عن طر مريت على السجن العسكري بوليدة قضيت فيها ستة شهور مريت على سجن لقليعة مريت على سجن الحراش مريت على سجن تبسة مريت أيضا على سجن مركز سي بي ميتع قسنتينا وكسجين كسجين مريت نعرفهم من الداخل راهما يهينوه وأكرمكم الله يبزقوا عليه يعملونه في أشياء أذيك أكبر دمار معنوي هذه إذن أنت الآن راه في وضع بائس وانت تخرج في الأريكة تحكي الرقم رقم المشاهدة راهو طالع المداخيل راهي راهي كبيرة المداخيل اللي تأتي عبر شبكات التواصل الاجتماعي البزنس اللي عنده المخبزة إذا كانت ما زالت عنده ولا باعها الله أعلى وأعلم المهم الأمور نتاعه راهي تمام تمام لم نشاهد محمد العربي زيتوت من المفروض هذا الذي يقره زي ابني من المفروض تسافر مباشرة بعد توقيفه تخيل وقفه لك ولدك لا سافرت فورا إلى إسبانيا وما غادرتش حتى تقضيه له قضيته ما سافرتش اقتصرت أنك تبث في فيديوهات كانت حوارات نتاعه وترفع في نسبة المشاهدة والإقبال على صفحاتك وعلى قناتك عن اليوتيوب وانتهى الأمر أنت أمورك ميسورة الحال لماذا خليتوا دفعتوه أنه راح إلى الشرطة وانتما عارفين راهو راح يتم اعتقاله علش ما هربتوه وتعاونه مدي يأجر بيت يقعد يستطيع حتى يخدم خارج النوار أنا شفت واحد يقول بأنه واحد طالب لجوء لا يستطيع أن يعمل لا كان يطالب لجوء ويخدمه في النوار بالزارة ولكن قانونيا حقيقة لا يستطيع أن يأخذ عمل بصفة رسمية لأنه هناك مساعدات تقدم له الآن وراهم يبدو يحكوا ورايح نديروا محامين دوليين والمحامين الدوليين هذما رايح يروحونه وكذا ماذا سينفعه؟ لو كان جربت لحظة واحدة يا العربي زيطوت لتدعي نفسك أنك زعيم الأحرار زربت واحد ساعة واحدة عند مخفر شرطة لا عرفت ماذا يعاني الآن محمد عبدالله تعرفوا كي وصلوه الحراش؟ رايح يمرروه على التفتيش رايح يمرروه على عملية التفتيش وكتوقيعات ويدفع الحويج اللي عنده ويعطوها كل لبسة هذيك وبعد ذلك رايح يحطوه في زنزانة انفرادية الزنزانة انفرادية رايح يتمدد وطواليت عند رأسه أنا سكنت فيه أقمت فيها وعزلوني فيها بسبب لما كنت في سجل حراش بسبب تقرير تنشر على السجون من الداخل نعم وثم اللي قرديا يعمله معاملة بائسة ما يعذبوهش يعذبوهش يهينوا أكرمك بالله يسبوه لولدي يبزقوا عليه كثير من الأمور في هذا الحر شهر قوت فيهم زنزانات راه مباشرة لعشية يضرب الشمس تضرب في الحيئة الباب نتاعها باب هامل الحديد وكالجريات نتاعهم هذه الصغيرة هذيك أحيان يغلقوها تولي جحيمي وولي العرق نتاعه يخرج من تحت الباب العين رايح ما تجيش أجفاند كان يعطوه زوج ببادنة يعمرهم واحد يشرب منه وواحد أكرمكم الله يستعملها لما يقوم باحتياجاته الخاصة هذا الرجل في هذا البؤس وهذه المعاناة وأنت جالس لي في أريكا ما يسور الحال أمورك تمام وتحكي على شخص وأيها الظاهر أمام السفرات لماذا لم يتم تسجيل العربي زيطوت أمام السفارة من السفارات الإسبانية يقف من أجل تسجيعه ما يروحش ما يروحش هي قضية هي قضية استعملها واستغلها كما ينكر والآن يستغل فيها يقول عليكم أيها الأحرار ألا تتوقفوا عن المظاهرات يجب أن تخرجوا كلها هو الهدف آخر ليس محمد عبد الله أجزب لكم أنه محمد عبد الله لا يساوي عنده أكل لحظة أذيك اللي يتكلم بها أنتم تستغلوا في ولاد الناس لا نقول هذا الكلام معناها ندافع عن النظام أنت النظام أراه عدو تشوف فيه عدو كيفاش تروح تسلم له واحد أهرب من الدرك الوطني وعلى بالك وش معناها الفرار من الخدمة إلى الخارج وتقول هو هدفك فقط أنه قائد الدرك الوطني جديد عنده حساباته السيد كشفه وراه معطاه ممتلكات الشعب الجزائري وأنهم سلموش خلد نزار الجععة على طائرة خاصة وهذا وش رأيك أنت تتحوس عليه ويدينه له طائرة خاصة خلد نزار يرجعه جماعته والسبب أنتم اللي أوصلتم الحال إذا هذا الوضع عندما تلك الفطرة نقولها لكم ترجمة نانسي قنقر